لماذا التوكيد أولا؟ لأن هذا منهج الله الذي شرعه لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فما من رسول دعا أمته إلا بدأ بالتوكيد وإن كانت دعوات الأنبياء تشمل كل خير للبشر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لم يقل نبيهم قبلي إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم وأنذرهم شر ما يعلمه لهم فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحملون كل السعادة إلى البشرية كل ما يسعدهم ولكن يبدأون بالأهم مثل أهم والذي يتأمل القرآن يرى أن دعوات الأنبياء اشتركت في أصول عظيمة جدا منها التوكيد ومنها تقرير النبوات ومنها تقرير البعث والجزاء ولكن المحور الأساسي لدعواتهم والتي دار حولها الصراع بينهم وبين أممهم إنما هو التوحيد وتوحيد العبادة بالذات لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لا ترى في القرآن خلافا بين نبي وبين أمته في شيء من هذا يكذبون بالبعث لا شك وينكرونه وذلك أشد ما يكذبون به والدعوة إلى إخلاص الدين لله تبارك وتعالى فترى دعوات الأنبياء جميعا كما بيّن الله ذلك في كتابه أول شيء يبدأون به إصلاح العقيدة إصلاح ما أخل به في باب توحيد العبادة إذ الشيطان دبر أول مكيدة لبني آدم بعد تدبيره لأبيهم آدم حيث أوقعه في أكل الشجرة مكيدة كبيرة التي فاد بها البشر كانت في توحيد العبادة إذ زين لروم نوث عليه الصلاة والسلام أن يتعلقوا بأشخاص صالحين وأن يصوروا لهم تماثيل فصوروا تماثيل فلما ثني الجيل الذي يعرف هؤلاء الأشخاص جاءهم الشيطان مرة أخرى وقال إنما نصبت هذه التماثيل لهؤلاء الصالحين إلا لكعبا واستمر هكذا يعني طبعا نوح دعا قومها ألف سنة إلا خمسين عام كما قص الله ذلك في كتابه العزيز وكان الشر أقوم هم قوم نوح وأظلم قوم هم أظلم قوم نوح وأطغى قوم هم قوم نوح ولهذا دعا ألف سنة فما آمن معه إلا قليل إلا قليل كم من الأجيال كم من القرون قضاها نوح خمسين سنة إلا خمسين عاما وهم مزدادوا إلا عنادا وخبراء حتى دعوا عليه فأهلكهم الله تبارك وتعالى وأخرج الله من نوح ضرية مسلمة ولكن سنة عاما استفى عليهم الشيطان وأركسهم في حمأة الشرك بالله عز وجل وهكذا كلما يأتي نبي ينقذ الله به من ينقذ من بني آدم فلا تمر فترة تصيرة إلا ويأتي الشيطان ويكيدهم نفس المكيدة الذي كان بيقوم نوح واستمر على هذه المكائد وسيستمر إلى يوم القيامة فينبغي لكل من يتصدى للدعوة إلى الله عز وجل أن يجعل هذه الدعوة دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومواجهة هذه المكائد التي يكيد بها الشيطان بني آدم على طريقة الرسول مواجه هذه المكائد أول شيء يريد أن تصمع في شعب من الشعوب طبعا الشعوب الإسلامية والإسلامية عندها انتراف شديد في هذا الباب فالدعي المخجص الذي يريد أن يترسم قطة الأنبياء ويريد أن يصلح إصلاحا صحيحا فأول ما يرجع به معالجة هذا الإنهاب ترجمة نانسي قنقر